ما فعله تحالق الفجار العربي في اليمن وفي اليمنيين لا يفعله حتى الشيطان نفسه وليس أنك منه إلا ما يفعله اليمنيون أنفسهم في أنفسهم عندما يتحولون إلى أدوات للعدو يمزق بها وحدتهم ويهدم بها وطنهم ويسرق مقدراتهم ومستقبلهم وليس أمامنا نحن في وسائل الإعلام إلا أن نتأمل الواقع ونحلله ونقرأ أبعاده ونكشف الجوانب المستورة منه ونحذر من المخاطر إن وجدت وخلال السنوات الثماني الماضية أو التسع لاحظنا جميعا عددا من الظواهر في المشهد السياسي سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي ظواهر تحتاج لتحليل وتفسير مستمر منها ظاهرة لافتة هي ظاهرة تحالف الأعداء ضد عدو المشترك يعني هم أعداء بس بيتحالفوا ضد عدو ثالث مشترك بصورة مرحلية يعني مؤقتة هذه الحلقة ستناكش بعض هذه الظواهر على ضو كتاب صيني شهير في فن الحرب يعني سنتعرف عليه بعد قليل فكونوا معنا قبل حوالي 2500 سنة من الآن وجد حكيم صيني يدعى سانتزو اشتهر هذا الحكيم بخبرته في التخطيط العسكري وفنون الحرب في فترة كانت فيها الصين مقسمة على عشرات الدول والملوك يعني بلغت حوالي 130 مملكة في الصين وحدها هذه الممالك دخلت في حروب ضد بعضها من أجل يعني التوسع إلى ممالك أكبر إلى أن استوت خمس ممالك كبيرة والطريف أن هذه الفترة من التاريخ الصيني تسمى عندهم فترة الربيع الصيني الربيع والخريف الصيني يعني كانت الصين تمر بمرحلة تحول مثل التي يمر بها الوطن العربي في الربيع العربي كان صانتزو هذا الحكيم كان في البداية مجرد جندي في أحد الجيوش ولما دع صيته في فن التخطيط الحربي وسمع به أحد الملوك استدعاه وطلب منه أن يعلمه فن التخطيط فن التخطيط الحربي وبعد ذلك عين القائد للجيش وحقك بواسطة انتصارات كبيرة صانتزو كتب كتابا مكونا من حوالي ستة آلاف فقرة هذا الكتاب يسمى الآن يسمونه الآن فن الحرب وهو كتاب مشهور جدا بين العسكريين ويعد بمثابة الكتاب المقدس لهم كما يعد أحد أهم الكتب في التاريخ يعني اختير من ضمن أهم مئة كتاب في التاريخ يقال أن كبار القادة السياسيين في التاريخ منذ أن ترجم يعني في فرنسا الكرن الثامن عشر تقريبا كانوا يطالعونه بشغف يعني نابليون بونابارت مثلا الفرنسي أو منتو قمري البريطاني أو زعيم الصين الشعبية ماوتسي تونغ كلهم هؤلاء كانوا يطالعوا هذا الكتاب ويفيدون منه كما أن الجيش الأمريكي نفسه وزعه على جنوده في حرب عصمة الصحراء عام 1991 وألزمهم بكراءته حثهم على كراءته كما يروي أو يروي مقدم الكتاب أنا طالعت الكتاب وفي ذهني تساؤل ما هو سر بقاء هذا الكتاب صالحا للقراءة والانتفاع حتى الآن لو فيه كتب كثيرة ألفت قبل مئات السنين وانتهت لم يعد لها قيمة حقيقية يعني فلماذا هذا يبقى كتاب عمره أكثر من 2400 سنة 2500 سنة ماذا فيه حتى يحرص الجيش الأمريكي على توزيعه على جنوده يعني وبعدين عرفنا السر ميزة الكتاب أنه يتحدث عن مبادئ في التخطيط العسكري والمبادئ لا تتغير بسهولة المبادئ والقيم الأساسية في حياة الناس لا تتغير بسهولة مهما تطورت خبرة الإنسان وحياته فإن هذه الخبرة تظل مرتبطة بمبادئ اكتشفها الإنسان القديم بشكل من الأشكال وهذا ما نقوله جوابا على من يسأل ما الذي يتبقى من القرآن بعد 1400 سنة مثلا لماذا تعتقدون أنه كتاب صالح لكل زمان وعادة نجيب نقول لأنه كتاب مبادئ وما عليك إلا أن تميز بين مبادئه وقيمه المتصفة بالثبات وبين مصادقها التاريخية منظومة القيم والمبادئ الدينية الثابتة لا تتغير ويحتاجها الناس في كل وقت أما مصادقها التاريخية فتتغير المصادق يعني التطبيقات التاريخية أنا عندي قيمة يطبقها اليوم بشكل وقد يطبقها ابني في زمن قادم بشكل مختلف فالتطبيقات هي المصادق التي للقيم والمبادئ التطبيقات التاريخية لهذه القيم والمبادئ كل جيل يمكنه أن يطبق هذه المبادئ والقيم بطريقته الخاصة حسب شروطه التاريخية ظروف التاريخية إذا كان القرآن كتسجل ملامح التطبيق التاريخي للجيل الأول من المسلمين فهذا لا يعني أن هذه الملامح كانت جزء من الرسالة من الدين القرآن حدثنا عن أبي لهب مثلا وعن مرأته حمالة الحطب وحدثنا عن النوك والجمال والخيام وعن مشكلات وعد البنات وعن الخمرة وهذه قضايا كانت تخص من خصوصيات المجتمع العربي وقت الرسالة يعني لو نزل القرآن في بلد آخر في الصين أو في اليونان كان يتحدث عن قضايا أخرى هذه القضايا إذن ليست جزء من الدين من الإسلام من الرسالة هي جزء من مصادق الرسالة يعني ليس لها قيمة دينية لكن لها قيمة تاريخية وهكذا المهم في هذه القصص هو القيمة اللي فيها المهم في سورة أبي لهب هي القيمة التي في السورة المبادئ اللي فيها والقيمة اللي فيها والتوجيهات أما أبو لهاب نفسه ولا مش قصة يعني وهكذا يقال أيضا في مجال النقدة الأدبي لما يسألوا لماذا استمر أديب مثل شكسبير الإنجليزي حاضرا حتى اللحظة حتى الآن ما زال مقروعا ما زالت مسرحيات التقرة لماذا شكسبير والإجابة كما قدمها أحد النقاد الفرنسيين قال لأنه تناول في مسرحياته القيم الثابتة وعالج المشكلات النفسية والأخلاقية والاجتماعية التي عرف بها الإنسان في كل زمان ومكان اللي هي ثابتة تقريبا في الإنسان دائما بخيل والإنسان دائما عنده رغبة في نزوع عدواني وعنده نزوع للخداع هذه أمور ثابتة في الإنسان وشكسبير كان يركز على هذه الثوابت النفسية لكن لماذا نتحدث عن كتاب فن الحرب في هذه الحلقة يا ترى الجواب بعد قليل الذي لفت انتباهي إلى كتاب فن الحرب هو أن جميع القوى السياسية المتصارعة في اليمن وفي المنطقة وفي العالم أيضا جميع هذه القوى تطبق الكثير من قواعد هذا الكتاب من قواعده الحربية ومنها قاعدة تقول تحالف مع العدو حتى تنتهي من عدو آخر يعني هذه القاعدة تشهد عصرها الذهبي في الوقت الراهن هذه الأيام ممكن لم يسبق في التاريخ أن تعاون الأعداء ضد أعداء آخرين بمثل هذه الكثافة التي نشهدها اليوم يعني ما من دولة عالقة في الصراع اليوم إلا وهي تتحالف مع عدو ضد عدو آخر مضطرة تحالف مرحلي وما من قوة في اليمن إلا وتحالفت مع عدوها لإنهاء العدو الآخر ثالث يعني على المستوى الدولي مثلا ستجد دولة مثل تركيا اضطرت للتحالف مع إيران ومع روسيا مع أن إيران وروسيا في العقل السياسي دولتان عدوتان لتركيا أو مرشحات للعداوة يعني على المستوى الاستراتيجي إيران دولة معادية لتركيا لأنها خلقت لتركيا في سوريا تحديات كبيرة وتهديدات خطيرة لو لا المغامرة الإيرانية في سوريا ما خلقت هذه التحديات للنظام التركي ولتركيا والمشاكل هذه اللي هو فيها والتي تكاد تطيح به محليا فهي دولة عدو إذن مفروض يعني روسيا أيضا دولة معادية لتركيا لنفس السبب في سوريا على الأكل إلا أن القيادة التركية وجدت أنهم لا مفر من التعاون مع هاتين الدولتين الماركتين ضد أعداء آخرين وظروف أخرى أكثر خطرا في الوقت الراهن هذا على المستوى الدولي على المستوى الإقليمي مثلا الإمارات والسعودية فعلت نفس الشيء الإمارات تحالفت مع الحوثي سرا من قبل 2014 بهدف إجهاض ثورة فبراير وضرب حزب الإصلاح كما اعترف ضابط المخابرات السعودي الشهير أنور عشقي وكما هو واضح للعيان وما زالت تزود الحوثي بالسلاح والبيانات والطائرات المسيرة وبما يحتاج من الأمور الليجستية وما زالت تقاتل إلى جانب بشكل سري تقتل خصوم من الجيش الوطني اليمني تقتلهم في الجبهات تحت عنوان ضربات خاطئة هذه الإمارات اللي أصلا بتعلن الحرب على الحوثي في اليمن وأيضا تحالفت مع إيران ومع النظام السوري الآن لها استثمارات أعلنت عن استثمارات في سوريا مع النظام السوري بالملايين وربما بالمليارات نكاية بمن؟ بعدو ثاني هو النظام التركي الداعم للربيع العربي والتغيير في المنطقة مع أنه إيران وأذيالها في العقل السياسي أعداء للإمارات لكنها تحالفت مع العدو في سبيل النكاية بعدو ثالث إيران تحتل ثلاث جزر إماراتية وإيران تشكل تهديد وجودي لكل دول الخليج يعني إيران المفروض تكون عدو وجودي فكيف تقوم الإمارات بدعم إيران في اليمن ودعمها في سوريا مثلا ما هو ما فيش فرق تدعمها هي بتدعم في سوريا بشكل واضح وعلني وبتعترف فيه فلماذا لا تدعم في اليمن يعني الأمور واضحة لكنها لا تريد أن تعلن حتى لا تأخذ الشرعية يعني ما أخذ عليها والناس يؤاخذ الحوثي يقولون لك كيف يكصفونا ويكتلونا وأنت متحالف معهم نفس الحال على المستوى المحلي تحالف علي عبدالله الصالح مع الحوثي ضد الثورة فبراير ثورة فبراير وضد الإصلاح وحلفاء الإصلاح مع أن الحوثي عدو علي عبدالله صالح وتحالف الحوثي مع صالح في تلك الفترة مع أنه صالح عدو وتحالفت بعض قوى اليسار اليمني إذا كان في عندنا يسار تحالفت مع الحوثي أيضا ضد الإصلاح وضد القوى التي سموها تكليدية مع أن هذه التيارات اللي هو اليسار اليسار المفروض هنا المفروض أنه متناقض مع اليمين أقصى اليمين الحوثية هي أقصى اليمين اليمين الكهنوتي العنصري مع ذلك التكه وجمع الله بينهما في الحرام برغم التناقض الفكري الهائل والثقافي بين اليسار والكهنوت الإمامي لأنه يلتكوا لأنه عندهم عدو مشترك يعتقدون أنه رقم واحد له الإصلاح أو الإخوان أو ما شبه ذلك أيضا الإصلاح وقوى الثورة والشرعية بدورها تحالفت مع السعودية بعد اجتياح الحوثي للعاصمة الصنعاء مع أن السعودية الدولة تعادي الإصلاح وتعادي الإخوان وتعادي الثورة هي العدو الرسمي للثورة وللإصلاح ومع ذلك تحالفوا لماذا؟ لأنه في عدو ثالث مشترك وكلها تحالفات مرحلية وهكذا تحالف جميع الأعداء ضد جميع الأعداء والغرض من هذه التحالفات كما هو واضح هو تحقيق بعض الأهداف المرحلية الضرورية وإنكاذ ما يمكن إنكاذه على طريقة الفقالة لما يقولوا يعني دفع مفاسد وجلب مصالح ما هو اشتحالف استراتيجي طبعاً وبعضهم بيستغل هذا في سبيل النكاية وهذا ليس عيباً بالطبع العيب لما نكذب ونقول مثلاً أنه الإمارات عدو مع أنها بتتحالف معنا في السر وبتمدنا بالسلاح في السر وبتقتل خصومنا في الجبهات ونقول الله هي عدو هذا تزوير هذا تزوير حتى الأنبياء يعني فعلوا تحالفات مع الأعداء أحياناً في سبيل المواجهات عدو ثالث ما هوش عيب لكن العيب في طبيعة المشروع السياسي الذي تحمله ما فيش مشكلة تحالف مع من شئت بس أنت بتتحالف في سبيل ماذا ما هي كضيتك العيب والعار في طبيعة الأهداف التي تعمل من أجلها هذا هو الفرق بين تحالف وتحالف لا مشكلة في أن تتحالف بعض الوقت مع عدو ضد عدو ثالث ما هيش مشكلة هنا ولا هي عيب إنما السؤال هو في سبيل ماذا تتحالفون ما هي كضيتكم المشتركة هل هي كضية مشروعة ولا كضية غير مشروعة يعني مشكلة أنك تجتمع أنت وفلانة بشكل خلوة في مكان ما السؤال هو هل اللي بينكم شرعي ولا مش شرعي بينكم علاقة شرعية ولا علاقة غير شرعية هذا هو الحال في مجال التحالفات لما يتحالف الحوثي مع أي طرف خارج اليمن هذا التحالف غير شرعي ابتداء لأنه قضية غير شرعية وجود غير شرعي أما الشرعية إذا تحالفت تحالف مرحلي مع أي طرف فهذا حقه في سبيل يعني تحقيق أهدافها المشروعة إذن القضية هي قضية مشروعية أهدافك وطبيعة وجودك من الكواعد التي نصح بها صنزو وطبقها تحالف الفجار الخليجي في اليمن قاعدة تقول إن كل الحروب مبنية على المكر والخداع نحن نعرف من زمان أن الحرب خدعة ومكر لكن لم نشهد في تاريخنا العربي كله مكرا وخداعا كالذي تمارسه الشقيقة الكبرى كبرى الكبرى هذا ثعبان ما ليش علاك بالصغرى وشقيقتها الإمارات وكالذي يمارسه الحوثي على اليمني المكر الذي يمارسه بهذه الأطراف الثلاثة لا مثيل له في تاريخنا العربي مكر على اليمنيين طبعا ما مش على حد وهنا تكمن المشكلة المشكلة ليست في الحرب اليمنيون معتادون على الحرب حياتهم كلها بين الحروب اليمن عبارة عن مخزن حروب يعني من زمان واليمنيون عبارة عن مخزن للمحاربين من زمان هم الفاتحون في كل مكان إذن أين المشكلة؟ المشكلة هي أن قطاعاً واسعاً من اليمنيين صدق أن الحرب التي تشنها السعودية شقيقة الكبرى وتشنها الإمارات في اليمن هي حرب ضد الحوثي الناس مصدقين أنها حرب ضد الحوثي وهذه هي أكبر خدعة في الحرب على الإطلاق أنا قل هكذا وإحنا بنحافظ على الواحد برضو ما يقدرش يكذب وما يقدرش يقول كلام هكذا في الشارع برضو يحترم نفسه ولأننا نحترم أنفسنا بنقول هذا الكلام بس في ناس في اليمن مش مصدقين قد صدقها معظم اليمنيون للأسف والحقيقة أن تحالف الفجار والغدارين السعودي الإماراتي كان بارعا في إيهام الناس بهذه الكذبة أو بهذه الكذبة حتى أن قطاع الشرعي النفسه وكثير من القادة العرب والسياسيين العرب والمثقفين العرب حتى هؤلاء كانوا مصدقا لهذه الكذبة في بداية الأمر قبل أن يكتشف الحقيقة عندما حدث الخلاف القطر السعودي بانت الكذبة والعرب كلهم اكتشفوا أنه لا هذا ما كانش تحالف عربي هذا كان تحالف شر ولذلك بدأت هذه الدول اللي كانت اجتمعت معاهم مثل المغرب والأردن والغيرها من الدول بدأت تنفض يدها من هذا التحالف وتخرج وتنسحب بهدوء مش احنا بس في اليمن اكتشفنا أنه تحالف مكر وأنه كان يخدعنا ويكذب علينا ويكذب على الشرعية لا الجميع كان وقع في هذه الخدعة حتى الملوك والرؤساء لكن بعد أن أصبح الجميع متورط اكتشفنا بعد أن أصبح الجميع متورطا الحوثي كان يعرف هذا طبعا كان يعرف هذه الخدعة لأنه مشترك معه من البداية كما سنرى بعد قليل الحقيقة التي تقول أن التحالف نحن الآن حنجي للحقيقة حقيقة هذه الحرب في اليمن حقيقة أن التحالف لم يعلن الحرب على الحوثيين من أجل اشتثاثهم وإعادة الشرعية هذه كذبة بل أعلن الحرب في اليمن لتحقيق حزمة أهداف خبيثة منها منها تحجيم الحوثيين وليس اشتثاثهم هي فرق هم يريدوا التحالف يريد تحجيم الحوثيين بحيث يبقى المشروع الإمامي يبقى كيان يهدد اليمن وحدها ولا يهددهم ومن الأهداف من أهداف هذه الحرب تدمير مخزون الأسلحة الاستراتيجية للدولة اليمنية التي سلمها علي عبدالله صالح للحوثي هذا هدف أيضا ثاني ومن الأهداف السيطرة على القوى الوطنية بحيث لا تتمكن من مواجهة المشروعين الخبيثين مشروع الحوثي في الداخل ومشروع التحالف في الخارج لو لجأت لغيرهم مشروع الحوثي ومشروع السعودية هي المشاريع الخبيثة في اليمن ومن أهدافها أيضا من أهداف هذه الحرب تأسيس البنية اللازمة للحروب الأهلية في المستقبل هما الآن يأسسوا للحروب الأهلية في المستقبل بحيث تظل اليمن رهينة رهينة الصراع السياسي والحروب الأهلية على خلفيات مناطقية ومذهبية وحزبية وقبلية كتزرعوا كل أنواع الشقاق وللأسف حققت السعودية أكثر أهدافها من هذه الحرب ولهذا أقول مش صحيح ما يقوله البعض من أن السعودية كتخسرت حربها في اليمن السعودية لم تفشل في اليمن السعودية أفشلت اليمن وهذا هو هدفها الأساس ولذلكم حققوا أهدافهم السعودية والإمارات لا تريدان أساسا إسقاط الحوثي هذه كذبة تريدان تحجيمه كما قلت بحيث يبقى كيان سياسي معطل للحياة السياسية اليمنية ويهدد النظام الجمهوري ويهدد مشروع الديمقراطية سيحبط كل شيء في البلد مشروع الديمقراطية يوك كما يقول الأتراك جمهورية يوك وهذا ما تريده السعودية هي تريد فقط خطر على اليمن مش خطر عليها ولذلك بتكلم أظافره وتكسكسة وما تشتيش تشتفى والخلاف بين السعودية والحوثي هو خلاف على حجم السلطة التي يطلبها الحوثي الحوثي يريد أن يصبح دولة دولة مسبعة مربعة كما يقولون في المثل اليمني والسعودية تريده أن يظل قوة معطلة في صنعة وضواحيها والمناطق الجبلية هذه يعطل الدولة اليمنية ويعطل التنمية اليمنية يعني يصبح مثل الأيدز مثل السرطان في الجسد اليمن أما لو أرادت السعودية اشتثاث الحوثي فالأمر لا يستغرق شهر شهر لا يستغرقه طائرات الأباتشي موجودة تحصدهم حصطة وطائرات الـ F-15 والـ F-16 وطائرات الأواكسل والتجسس والجنود على مشارف نهم ويكتروا ويكتعوا عليها الطريق من كل اتجاه وينتهي الأمر من صرواح على نهم على غيره الأمر لا يحتاج كل هذا لكنها تكصف بالطيران هذا التحالف يكصف بدقة أي تحرك لجنود الشرعية باتجاه صنعة كل محاولة للجيش الوطني للتقدم باتجاه صنعة كصفت من قبل طيران التحالف أو الطيران الأمريكي لا ندري بل إن السعودية تمنع تزويد الشرعية بالذخيرة والسلاح اللازم في الجبهات الأمامية ما عندهمش تبابات وسلاح متقدم هجومي وقد قتلت الطائرات الإماراتية العديد من قادة الجيش الوطني الشرفاء منهم الشداد مدفعية القالوية اللي ضربت مدفعية الإمارات لأنه حاول كسر الخطوط الحمراء التي وضعها التحالف وتقدم في صروح الأمر اليوم لم يعد خافياً على أحد الحوثي نفسه يعرف هذا الكلام الحوثي يعرف أن السعودية تكف مع من خلف العدات شابك والإمارات لكنه كأي نذل لا يعنيه سوى مصلحته في أهد القائد الشدادية يرحمها الله كان جيش ومقاومة كنا متقدمين لندخل صروح ندخل مدينية وكانت قبائل جهم وبني جابر في المقدمة فعندما دخلنا بنا دخل بيوت الحمادر فقدره آلة عيمان فتقدموا آلة عيمان إلى المسجد وعنده حنجر والله ما سمعنا الله والطيران ينضرب المسجد والحنجر وقتلوا ستة من آلة عيمان وجرح فذا كل وقت انكسر الجيش والمقاومة في أهد الشدادة الله يرحمه فجلسنا فترة فتقدم الشدادة ومن معه من الجيش والمقاومة حتى استشهد بعد فترة جلسنا تقدم لواء مياه وواحد وعشرين على جبل هيلان فعندما طلعوا الجيش بيطلع يحتل جبل هيلان من يد الحوثة والطيران ضرب لحتى قتل من قتل من الجيش وانكسر الجيش وإلى حد الآن ما عاد حط هيلان في المستقبل بالتأكيد ستصدر كتب ووفائقيات تسجل تفاصيل المؤامرة الماكرة التي نعيش فيها اليوم التي خطط لها ونفذها تحالف الفجار والغدارين السعودي الإماراتي بمباركة أمريكية بريطانيا بالتأكيد واضحة نحن مشبهائي نحن فاهمين الشغل فاهمين شغل السياسي هذا سيفضح في المستقبل بالوثائق لكن هذا سيحدث بعد فوات الأمان أو حفوان بعد فوات الأوان سيكرأ الناس في المستقبل مذكرات القادة والسياسيين والمراكبين الذين سجلوا تفاصيل هذه المؤامرة وسجلوا تفاصيل الحرب الماكرة التي كان ظاهرها ضد الحوثي وباطنها معه ظاهرها مع الشرعية وباطنها ضد الشرعية وضد الجمهورية اليمنية وطبعا زعيم مثل القائد الأستاذ الفندم علي محسن أن يكتب شيء الرجل هذا متكتم وكأنه يعني بئر أسرار كنا نتمنى لو أنه أطل في وثائقي من الوثائقيات أو كتب لنا مذكرات لأنه مخزن هائل للأسرار للفترة الماضية الأربعين سنة والحرب الحاصل اليوم لكن هذا الرجل يتكتم بشكل غريب ونخشى أن يدسون له الصم ذات يوم ويغلقون الباب كما فعلوا بعبد العزيز عبد الغني سيعرف اليمنيون في المستقبل أن الحوثي تلقى دعما سخيا من السعودية والإمارات لكي ينفذ مهمتها الحكيرة في تصفية الثورة والقوى الوطنية الموالية له وسيعلمون أن تحالف الفجار ما أعلن الحرب على الإنكلاب الحوثي العفاشي إلا بعد أن خرج الحوثي على النص المتفق عليه هم قالوا لهم معك نص تحرك إلى عمران بعد عمران يشتيت تدك حرب مع الإصلاحين لما تفنوا لكنه خالف النص خرج على النص مثل اللي بيخرجوا في المسرح ويعاقبوهم بالطرد كان المتفق عليه أن يقضي على ثورة فبراير كان المتفق مع الحوثي يعني يقضي على ثورة فبراير وعلى القوى المؤيدة لها ثم يسلم الأمر للنظام علي عبدالله الصالح في عمران أو على الأكل يدخلوا شراكة كان المتوقع أن حزب الإصلاح والقوى العسكرية والكبالية التي الموالية له سيواجهون الحوثي في صنعه وتحدث مذبحة للطرفين فيهلك الطرفان ويخرج عفاش من بين الركام اللي يستلم زمام الأمر كانوا هكذا بيخطط الإمارات والسعودية لكن حزب الإصلاح أفشل المخطط وترك العاصمة للدولة تدافع عنها وقال للبيت رب يحميه وهنا شعر حلف الفجار بأنهم وقعوا في الفخ لقد وقعنا في الفخ الحوثي استلم مقدرات الدولة بالكامل وسيطر على العاصمة ونزل يسيطر على عدن مع أن التحالف والإمارات تحديداً حذروا وقالوا له ما بشنا داعي تنزل عدن ما تنزلش عدن كما صرح واحد من المسؤولين أدرك حلف الفجار أن اليمن قد سقط في يد إيران فوقعوا في الفخ أرادوها عملية جراحية محدودة يصفي فيها الحوثي خصومهم للداء فتحولت إلى مغامرة قد يدفعون ثمنها غالياً هذا مكر الله بالجميع وكما قلت المشكلة ليست المشكلة في الحوثي نفسها المشكلة أن الحوثي مرتبط بإيران بالنسبة لهم يعني يعني السعودية لا يوجد مشكلة في الحوثي يمسك البلد ما عنده مشكلة لكن المشكلة أن الحوثي مرتبط بإيران كاتب كتابه على إيران بدليل أن السعودية حسب كلام عبد الملك الحوثي نفسه السعودية حسب كلام عبد الملك الحوثي نفسه كانت قد عرضت عليه الدعم في مقابل أن يلتزم ببعض الشروط لكنه رفض رفض لأنه كان مرتبط بإيران ومكتوب كتابه عليها كما قلنا ما هي هذه الشروط التي عرضتها السعودية على عبد الملك الحوثي لكي يحظى بدعمها وكيف عرفنا هذه المعلومة هذه معلومة مش استنتاج معلومة خبر يعني في الأسبوع الماضي نشر قيادي سلفي متعاون مع الحوثيين وهو سلالي اسمه محمد طهر أنعم نشر على صفحته في الفيسبوك ما جرى بينه وعبد الملك الحوثي من حوار قال نكل فيه قال فيها عبد الملك أن السعودية عرضت عليه بعد الحرب الرابعة في صعدة عرضت عليه أن تدعم سلطته في اليمن دعما كاملا يعني ضد علي عبد الله صالح حتى بشرط أن ينفذ ثلاثة شروط هي واحد شرط سياسي أن لا يتم تعيين مسؤول كبير في الدولة إلا بمراجعة السعودية وشرط اقتصادي هو عدم الاكتراب من نفط الجوف بأي شكل الأشكال كما كان يسوي على عبد الله صالح قبل أن يعقد كرانا على إيران والإمارات لأنه في الفترة الأخيرة في فك حاول يفك ارتباطها مع السعودية شوية شوية ويرتبط بالإمارات وشرط عسكري شرطه الأخير شرط عسكري أن تلتزم أي سلطة في اليمن بعدم شراء أي سلاح يمكن أن يستخدم خارج حدود اليمن هذا كلام عبد الملك الحوثي نكل قيادي سلفي حوثي سلال اسمه محمد طهر أنحى كما سيظهر ربما في الشاشة بجواري بعد قليل يعني حكاية التواصل السعودي الإماراتي مع الحوثي كديم كديم جدا معهم تواصل مع الحوثي كديم من الحرب الرابعة في صعدة وهم يتواصلوا مع الحوثي ويرتبوا معه ويضبطوا معه في حين يظن كثير من اليمنيين السذج أن العداوة بينهم عداوة وجودية لا العداء بينهم وبين الحوثي ليس عداء يعني الخلاف ليس على وجود الحوثي نفسه من عدمه بل على حجم السلطة وعلى الارتباط هترتبط معنا هنعطيك سلطة كاملة هترتبط مع إيران هنحجمك ولهذا هذا هو السر وراء أن الحوثي يقيم عروض عسكرية طويلة في السبعين وفي كل مكان وتتحرك قياداتها الميدانية الرايحة جيد تحت نظر طائرات التحالف ولا يمسهم أذى ونحن نستغرب يعني أيش الحكاية عروض عسكرية جيوش بتسوي عروض وطائرات التحالف تجي تكصف منزل لمواطن مسكين غلبان تقتله وعيانه ساعة تفهمنا أنه لا هم لا يريدون اشتثاث الحوثي وإنما يريدون تكليم أظافر ليصبح ليظل تهديد يمني خالص تهديد لليمن فقط هذا ما تريده السعودية ومن نصائح سانت زو الحكيم الصيني الحكيم الصيني من النصائح التي طبقها تحالف الفجار في اليمن أو طبق مضمونها يعني نصيحة تقول على القائد أن يحقق الرضا عند جنوده ولا يسمح بانتشار الصخط والإحباط بينهم هذه النصيحة طبقها تحالف الفجار بشكل عكسي في جيش الشرعية وطبقها بشكل رسمي في جيش الحوثيين أعطى الحوثيين دفعة عالية من الأمل والنشوة لأنه أشعرهم أشعرهم أن الحوثي بطل يستطيع أن يهزم صفنة عشر دولة كما يقول لزملائها والسبب أنه هذا المكرس السعودي الإماراتي انسحبات هنا ويقتلوا الشرعية هنا ويدقوا ويضعفه معنويات الجيش الوطن تعمد هذا التحالف الغادر أن يسحك معنويات الجيش الشرعية بطرق عديدة وأن يحول من جيش جيش دولة ذات معنويات عالية إلى جيش مرتزق يحمي حدود المملكة السعودية ومقدراتها طبعا الجنود الجنود الجيش الوطني والضباط في العموم يرفضون هذا الدور ومعهم كان عندهم معنويات عالية ذهبوا إلى الجبهات دفاعا عن الجمهورية وعن مقدرات الجمهورية لكنهم مضطرون لمجارات التحالف لأنهم لا يستطيعون مواجهات أغلبية منهم الجيش الوطني لا يستطيع في ظل هذه الظروف أن يتمرد ويواجه المخطط السعودي ويقول لهم ما نحنش بحاجتكم لأنه لو فعل ذلك سيصبح هدف لثلاث دول على الأقل سيصبح هدف للسعودية السعودية ستحارب والإمارات والحوثي بدولته الصغيرة إذا تمرد جيشه الشرعية سيعلنه التحالف عدوا ويتحالفون فورا بصورة رسمية كاملة مع الحوثي وليس أمام الأحرار في الجيش الوطني في هذه الحالة ليس أمام الأحرار في الشرعية والجيش الوطني لا أحد طريقين إما أن يصبروا على عبث التحالف لمواجهة الخطر الحوثي الذي يتهدد النظام الجمهوري والحياة السياسية اليمنية برمتها وفي هذا مخاطر الصبر هنا في مخاطر على اليمن وعلى البلد وإما أن يبحثوا عن حلفاء إقليميين ودوليين آخرين ويخوضوا ملحمة صراع مع ثلاث كوة فتاكة لديها كل شيء وليس لدى الجيش الوطني إلا الرجال والعزيمة والإيمان بالقضية وممكن يدبروا لهم سلاح وممكن يدبروا لهم أمور إذا وجدوا حلفاء حقيقيين هناك حلفاء في المنطقة حقيقيين لو لا أنه الإمارات والسعودية بيستقوى بأمريكا نفسها وبالمحور الصهيوني أما لو كانت مسألة تحالفات إقليمية ما ممكن نضرب تحالف مع عمان وتركيا وقطر ماذا لا والصين وروسيا لو حبوا ألو سهلة اليمن أصبحت ملعب للتصفيات قال أحدهم بين صحباكستان والهند قال ما بيشتاعي تتحاربوا هناك بينكم تعالوا تحاربوا في اليمن قد خلق الله كلهم بيتحاربوا في اليمن بالنيابة يعني وهناك طرف ثالث أو عفوا طريق ثالث للحل يحتاج إلى دراسة وتخطيط هو أن هذا الحل هو أن أو هذا الخيار هو أن يشكل بعض الأحرار اليمنيين نواة مقاومة ضد الجميع ضد التحالف والحوثي وضد مشاريعهم مع الاعتراف الشكلي بالشرعية على طريقة الأحزمة الأمنية يعني يعترفوا بالشرعية لكن يتمردوا عليها حتى لا يستهدفوا بقرارات أمنية وما شابه وتقوم هذه النواة بتجميع طاقات اليمنيين يشوفوا لهم قطعة أرض يشوفوا لهم إقليم إذا كانت معهم صواريخ مضادة للطيران ما عندهم مش مشكلة يقدروا يحصلوا كذا منطقة وينفذوا من هذا الإقليم يوسعوا مشروعهم لمواجهة الجميع الأمر ليس صعبا بعد أن تشتري مبإمكان هذه النواة أن تشتري من السوق السوداء الصلاح المضاد للطيران والطائرات المسيرة لمواجهة طائرات التحالف الغادر التي قد تشنوا عليهم غارات كما فعلت مع جيش الشرعية على أبواب عدن وزنجبار إذا عمنوا أنفسهم بصواريخ مضادة للطيران الباقي سهل هناك خيارات متاحة أمام اليمنين الأحرار وإن كانت مكلفة نسبيا لكن لا مفر من التفكير فيها وكل خيار له سلبياته وإيجابياته وهذا قدرنا نحن اليمنين هذا قدرنا لا ينقصنا إلا عقول تخطط تخطيط تكتيكي وفق الأهداف الاستراتيجية لليمن وسيجدون سيجدون العون الحقيقي من الله أولاً ومن جميع اليمنيين ثانياً ومن العرب حولهم الصاخطين من غدر التحالف ومن بؤس البشروع الإمامي في الداخل الجبهة الجمهورية واسعة جداً ولا ينقص إلا القيادة والخطة والإرادة ومن بين الخيارات المطروحة التي يمكن أن نذهب إليها خيار أخير هو أن نذهب للتفاهم مع إيران نفسها إذا اقتضى الأمر ذلك إيران وليس أذنابها المحليين على أن يكون تفاهماً استراتيجياً تفاهم يحفظ لنا جمهوريتنا في اليمن ويحفظ لهم مصالحهم في السعودية والخليج إذا كنا سنخسر كل شيء فليسقط المعبد على من فيه وإن كان هناك من يشكك في قبول إيران لهذا العرض لأنها دولة إيران لها دولة مذهبية ثيوكراطية تريد جزيرة شيعية تريد منطقة كاملة شيعية للأسر ليس التحالف وحده من يطبق قاعدة الحرب خداع ومكر الحوثي أيضاً يطبق هذه القاعدة التي تعد مقدساً لدي يوم الخميس الماضي أو يوم الخميس الماضي أدلى ديفيد شينكارس مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشرق الأدنى أدلى خلال زيارته للسعودية بتصريح أكد فيه وجود مباحثات غير معلنة بين واشنطن وجماعة الحوثي طبعاً جماعة الحوثي نفت الخبر قالت ما فيش هذا الكلام وهذا متوقع يعني نحن نتوقع ذلك سيظل الحوثي ينفي مباحثاته السرية مع جميع الأطراف الدولية كما نفى المباحثات السابقة مع السعودية ومع غيرها إلى أن جاء نور عشقي فضحهم وقال لنا عندي وثيقة موقع عليها عبد الملك الحوثي إحنا ما سمعنا عن الوثيقة هذه ولا طلع عبد الملك الحوثي يتكلم عليها من قبل ولا كلا أن نكن فينوا تفاهمات مع السعودية إلى أن أعلن ضابط المخابرات السعودي لماذا يكتم المباحثات السرية الحوثي وكم مع مباحثات سرية من هذا النوع الحوثي لا يريد أن يسمع الزنابيل في اليمن أنه يمارس العادة السرية العادة السرية للحوثي هي عقد عقد الصفقات السرية مع الدول الإقليمية والدول الفاعلة في سبيل مشروعه اللقيط كلها مباحثات سرية من تحت الطاولة هذه العادة السرية للحوثي لذلك سيظل ينفي وينفي إلى أن يكف تماما على قدميه ويعلنها دولة إمامية حوثية مكتملة الأركان وحينها سيخرج متبرجا بفضائحه قائلا لزنابيله المصلحة تكتضي ذلك واللي ما يعجبش الخبر يشرب من البحر حيسويها بس لما يتمكن تماما خبر المباحثات السرية بين واشنطن والحوثي له دلالته والسؤال المهم هنا هو ما الذي تريده أمريكا من الحوثي عارفين ما هو اللي اشتهى الحوثي ما الذي تريده أمريكا من الحوثي هو أده هو مجرد مطية هو مجرد وسيلة ماذا يريدون من هذه الوسيلة أمريكا التي أعطته الضوء الأخضر للسيطرة على صنعاه في 2014 ما الذي تريده من عصابة كهنوتية عنصرية مسلحة في اليمن أنا شخصيا مؤمن بأن الأمريكان يفضلون هذا النوع من الجماعات للسيطرة على دول الشركة الأوسط أكليات مذهبية تخدم أكثر لأنها تقوم بخدمات متعددة لصالح أمريكا الخدمة الأولى والخطيرة هي أن هذه الأصابات تشك وحدة الصف الوطني تمزق النسيج الاجتماعي تجعل الأكثرية المذهبية التي هي أكثرية سنية في حالة كلق وصراع محلي مع الأكلية المذهبية الشيعية وهذا تحديدا ما تريده أمريكا وإسرائيل من أجل حماية إسرائيل ومن أجل بقاء الشرق الأوسط في حالة غليان علشان يكون منطقة نفوذ أمريكي محتاج لأمريكا دايما إسرائيل تحديدا لا تريد أكثر من أن يحدث نزاع مذهبي في المنطقة ولن يحدث هذا النزاع المذهبي إلا إذا اغتصبت الأكليات المذهبية اغتصبت السلطة لما جاء أكلية الشيعية تغتصب السلطة يظل المجتمع في حالة صراع بين الأكلية والأكثرية وهذا هو المطلوب كد يقول بعض الطيبين وما أكثرهم في بلادنا كد يقول لكن محور إيران محور معادي لأمريكا وإسرائيل من الواضح أنه بينهم حرب وصعب هذا الكون لم يكن معنا من أول الحلقة لا يمكن ما سمعناش يا أخي حتى لو كانت إيران ومن معها في حالة عداء حقيقي مع أمريكا حتى لو كانت حتى لو كانت بتعادي إسرائيل عداء حقيقي فإن أمريكا وإسرائيل تفضلان هذا العدو على العدو السني حتى لو كانت إيران عدو إسرائيل وأمريكا بتفضل هذا العدو على العدو السني على الكتلة السنية طبعا أنا أقول هذا الكلام مع أنه موقفي من المذاهب معروف يمكن أنا الشخص الوحيد في الوطن العربي الذي يرى أن المذاهب الدينية غير جائزة شرعا ويرى أن منظومة الفتوى لا تجز أساسا يعني لا يستطيع أحد أن يزايد علي في هذه النقطة ويقول أني متعصب للسنة على عزاب المذاهب الأخرى يعني على العكس أنا لست متعصبا لأي مذهب من الناحية الفكرية يعني ربما أنا متعاطف مع التيار المعتزلي القديم المتيار الديني أو مع الخوارج الأباطية ربما أنا متعاطف مع مكثر من السنة لكن المسألة ليست مسألة تعاطف هنا مسألة موقف من المذاهب إحنا أمام حقيقة السياسية لا يجوز إنكارها حقيقة ما هوش إحنا بس المسلمين اللي بنذكرها فيه ناس آخرين بيذكروه هذا مؤلف مسيحي لبناني ذكرناه من قبل قال هذه الحقيقة وسولها كتاب كامل حقيقة المؤامرة على الكتلة السنية الكتلة السنية في الوطن العربي تتعرض لمؤامرة الصهيونية معاولها هي الصوفية والشيعة لأن الصهيونة يدركون أن الأكليات الشيعية إذا حكمت ستدخل المجتمعات في صراع يلهي الجميع عن الصراع مع إسرائيل وغيره وعلى الأكل حيكتل مشاريع الديمقراطية اللي هي بتهدد إسرائيل بل ليش كوضوا مشروع الربيع العربي لأنه بيبشر بالديمقراطية هذا أمر معروف صار يعني ما يحتاج ذكاء أظن الأمور واضحة جدا لمن أراد أمن اللي يشتيها مظلمة ومعتمة طبعا لن يرى الحق ولن يرى الدلائل ولن يرى القرائنة الواضحة إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله اشتركوا في القناة